أصعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من صوت لبنان تأكدت زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي إفلودريان إلى بيروت بعد جلسة الأربعاء لانتخاب رئيس أي بعد أن تكون النتائج قد رسمت المعادلات الجديدة وحددت توازن القوى بين داعمي كل من جهاد أزعور أو رئيس تيار المرد سليمين فرنجي والتي ستشكل مسار دار بلودريان في تقويبه للواقع وسعيه في مهمة البحث عما سبق ووصفته الرئاسة الفرنسية بحل توافقي وفعال وفيما المعركة الرئاسية في الداخل على أشدها فتح لبنان ملف قوات اليونيفل قبيل طرح التمديد لها في أبل مقبل للمطالبة بتعديل مهامها التي تم تغيير قواعد عملها في العام الماضي بما يسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل وهو أمر رفضه حزب الله فهل دخل ملف اليونيفل في شد الحبال للضغط على المجتمع الدولي وضمن سلة التوافقات والاستحقاقات؟ اشتركوا في القناة